نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية يتواجه إلى أوغندا لرئاسة وفد مصر في أعمال قمة حركة عدم الانحياز مع تواصل غيرات على غزة رمالة تضع واشنطن للعتراف بالدولة الفلسطينية ولفرافيا تحدثوا عن مقترحة جمعية لحل أزمة الشرق الأوسط ردا على الهجمات على أراضيها باكستان تشن هجوما داخل إيران ضد جماعات تصفها بالإرهابية وسط احتجاج إيراني وسطين تعرض الوساطة لحل الأزمة نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بحضرتكم توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأغندية كامبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد غدا وعلى مدار يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها وأضافت الخارجية أن جدو الأعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب وأثبتت مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها عن تفاعلها المستمر ودورها الريادية من الفكرة إلى التأسيس لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي وخلال قيمتها الأولى في العاصمة اليوغسلفية بلغراد في العام 1961 بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول المؤسسة للحركة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف الحركة ومنذ هذا التاريخ وتجدي مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول النامية وبحسب الرؤية المصرية للحركة فترى القاهرة أنها تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب التي تعد إحدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها أعضاء في الحركة فالموقف المصري إزاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية حاليا عكس التمسك مصر بالمبادئ الأساسية للحركة وهو ما ظهر في تناول قضايا الدول النامية خاصة في إفريقيا مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة وصولا إلى التعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة ترجمة نانسي قنقر تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات والقصف المدفعية على أنحاء غزة لليوم الرابع بعد المئة من العدوان غير المسبوك على القطاع ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين وشنت قوات الاحتلال غاراتا استهدفت منازل فلسطينيين في مدينة رفح جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد تسعة عشر شخصا وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء كما استهدف طيران الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة ومنطقة بني سهيلة شرقية خان يونس ذلك بتزامن مع قصف مدفعي عني في محيط مستشفى ناصر الطبي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الضحايا العدوان في القطاع إلى 24 450 شهيدا إضافة إلى 61 500 مصاب فضلا عن ألاف المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة أكد منصق فريق التورق الطبية بمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة مشيرا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أياما لطلق العلاج وقال منصق الصحة العالمية أن الأوضاع في مستشفيات غزة مزرية حيث ينتظر المرضى الموت بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة شاهد يوميا في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو حتى أيام لتلقى العلاج لافتا إلى أنه تمكن من زيارة ستة مستشفيات من 16 مستشفى عاملا في غزة من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل العدوان مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين حيث قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته عددا من المناطق بمختلف أنحاء القطاع في وسط قطاع غزة شن طيران الاحتلال غارات متفرقة على دير البلح ومخيمي المغازي والبريغ مخلفا دمارا كبيرا في المنطقة عقب انسحابه الجزئي من المخيم كما شهدت مناطق في خان يونس جنوبية القطاع قصفا عنيفا الاحتلال على عدد من المربعات السكنية فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم ومع اعترافه بسقوط العشرات من العسكريين في معارك غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية إنزال جوي للفرقة الثامنة والتسعين في خان يونس بالتزامن مع عمليات نقل الجرحة من مناطق المعارك في قطاع غزة في هذه الأثناء ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رافضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير دبابات إسرائيلية من نوع مركافة وناقلات جند وقنص جنود إسرائيليين وقتل عدد آخر في اشتباكات مباشرة على الصعيد الإنساني أكدت منظمة الصحة العالمية تدهور الأوضاع الصحية في مستشفيات غزة وخاصة في الشمال في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال بسبب القيود المفروضة من الاحتلال على الوصول الإنساني وتحركات عمال الإغاثة والعراقي للأمنية يأتي ذلك فيما يفاقم قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع الأوضاع المأساوية للفلسطينيين ويعرقل تنسيق عمليات الإغاثة ووصول تواقم الإسعاف إلى المصابين والعالقين تحت الأنقاض هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور القطاع حيث أكتت حركة حماس أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور أبرزها منطقة خان يونس بالجنوب وشرق جباليا بشمال القطاع مشيرة إلى أنها تمكنت من استهداف دبابتين وجرافة بقضائف اليسين 105 فضلا عن استهداف قوات راجلة وقوة متحصين في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس بقضيفة مضادة للتحصينات وكدة قوة قتلى وجرحة في القوة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلى جنديين في معارك غزة وإصابة 28 آخرين في المعارك الدائرة في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم في مخيم نور شمس بت الكرمة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمخيم لليوم الثاني على التوالي وكانت قوات الاحتلال قد واصلت اقتحامها لعدد من مدن وبلدة الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي واعتقلت العديد من الفلسطينيين كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعار في محافظة رمالة والبيرة بعدد من الآليات إلى هذا دع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف القتال غير المشروع للفلسطينيين مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد العمليات في الضفة الغربية وشدد مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بشأن اقتحم مخيمة الكرمة للاجئين ومخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية لفتا إلى أن الحادثتين تثير أن القلق بشأن وقوة أعمال قتل غير مشروع وإلى لبنان حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على محيط بلدتي بليدة وعطرون جنوبية لبنان هذا وأغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة كوكبا ومحيطها في القطاع الشرقية من جنوب لبنان في ظل حالة من التوتر المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ولازلنا في لبنان حيث قال مسؤولون لبنانيون إن جماعة حزب الله رفضت أفكار أولية من واشنطن ذلك لتهديئة الاجتباكات الدائرة مع إسرائيل عبر الحدود تضمنت سحب مقاتليها بعيدا عن تلك الحدود ونوه المسؤولون اللبنانيون إلى أن حزب الله لا يزال منفتحا على الدبلوماسية الأمريكية لتجنب خوض حرب شاملة وأوضحت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي أن أحد الاقتراحات التي تم طرحها الأسبوع الماضي هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة وأكدت المصادر اللبنانية إلى أن حزب الله المحى إلى انفتحه على التفاوض على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع حال انتهاء العدوان على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مشيرة إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط وأضف لفروف أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يؤتي إلى إقامة دولة فلسطينية كما طالب لفروف الولايات المتحدة بوقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حلا دبلوماسيا يضع حدا لتوتر المرتبط بالهجمات على السفن التجارية طلب وزير الخارجية الأردنية أيمن أصفضي سلطات الاحتلال الإسرائيلية باستماح للنازحين في غزة بالعودة إلى ديارهم وخلال مؤتمر صحفي مع نظره التركي هاكان في دائن في عمان شدد الصفضي على أن الأولوية لبلاده هي إنهاء المجزرة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وتصعيد في المنطقة فيما يتعلق بالأولويات الحالية فهي واضحة وقف العدوان على غزة إدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية والدائمة إلى كل أنحاء القطاع جنوبه وشماله وقف عمليات التدمير والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها مواقفنا واضحة في رفض التهجير في رفض أي وجود إسرائيلي في غزة في رفض أي اقتطاع لأي جزء من غزة وفي أن التعامل مع غزة بعد أن يتوقف هذا العدوان يجب أن يكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستهدف حلا شاملا للصراع على أساس حل الدولتين من جانبه شدد وزير الخارجية التركية كان فيدان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وإنفاذ المساعدات بشكل كاف وأكد فيدان أن بلاده لديها العديد من المبادرات لإنهاء العدوان الحالية على القطاع الآن العالم لديه مخاوف كبيرة جدا من استمرار هذا العدوان وأعتقد أنه لدينا مبادرات مهمة في هذا الإطار التي زادت الآن المخاوف العالمي لاستمرار هذا العدوان وتطالب بوقفة لقنار الآن كل هذه الهجمات ومحاولات الاستطان التي تدعي بأنها تدافع عن حقوقها أو عن نفسها غير قانونية وفي كل مرة كنا لمدة سنوات نتابع محاولات الاستطان وأيضا الهجمات على الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية وهي الآن تسرق الأراضي الفلسطينية أعلن حزب العمل الإسرائيلي اعتزامه التقدم مقترح لصحب الثقة من الحكومة برئاسة بنيمين تنياهو يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية في إسرائيل بسبب خلافات حول عدد من القضايا من بينها استمرار الحرب في قطع غزة أزمة كبيرة تعيشها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيمين تنياهو وذلك بسبب السماح لشحنة أدوية موجهة للمحتجزين في غزة بالدخول للقطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الانقسام داخل اقتلاف الحكومي وسائل علام إسرائيلية كشفت أن نتنياهو أقصى وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالنت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطع غزة حتى يتجنب اعتراضه على الصفقة وأوضحت الإزاعة الإسرائيلية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد وصف الأنباء عن إقصاء جالنت عن القرارات الأمنية بأنها تؤكد أن إسرائيل تفتقد لرئيس وزراء كفء فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغافير باحتلال غزة وشن هجوم على لبنان وأعلن حزب العمل الإسرائيلي اعتزامه تقديم مقترح لسحب الثقة من الحكومة بسبب عجزها عن استعادة الرهائن كما أصدر حزب معسكر الدولة بياناً هجم في سلوك نتنياهو ومحاولته إنقاذ مستقبله السياسي على حساب إسرائيل كما وقعت مشد كلمية وصراخ بين وزراء إسرائيليين بعد أن قرر رئيس الأركان الإسرائيلي الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الأخفاقات التي حدثت في السابع من أكتوبر ما أدى إلى توتر شديد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر الكابنت وأثار جدلاً بين الوزراء خلافات متصاعدة بين بعض كبار المسؤولين في إسرائيل تكشف حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل في الوقت الرهن خاصة في ظل عدم تحقيق الحرب على غزة أهدفها المعلنة حتى الآن في ظل فقدان التعاطف الدولي مع إسرائيل بسبب جرائمها وعضوانها الغشيم على قطاع غزة يوصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيداً لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث استقبل المطار اليوم خمسة طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لصالح أهل قطاع غزة وأوضح مصدر بالمطار استقبال طائرات من الأردن وقتر وروسيا والإمارات والكويت هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثانية عشر من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 498 طائرات من بينها 406 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية ذلك بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية هذا ويتوصل فتح معبر رفح البرية أمام دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية دول حيث شهد المعبر اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة متهجهين إلى منفذية العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة وأضحى مصدر أن من بين الشاحنات 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي و8 شاحنات سعودية وشاحنة كويتية وأخرى بلجيكية كما استقبل المعبر 21 مصابا فلسطينيا و207 من حملت الجوازات الأجنبية والمصرية وللمزيد حول دخول المساعدات عبر معبر رفح يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل مشاهدين الكرام نرحب بكم من هذه النقطة التي تبعد أمطار قليلة عن بوابة معبر رفح المصري حيث دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما ترون من خلفي على جانبي الطريق تصطف كل هذه الشاحنات وأيضا الشاحنات التي تأتي من معبر رفح بعد أن أفرغت حمولتها من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية المختلفة كما تتابعون حجم هذه الشاحنات الكبيرة ليس فقط أمام معبر رفح ولكن أيضا في هذه النقطة التي تبعد أمطار عن معبر رفح بخلاف أيضا على مرمى من البصر البعيد من هنا على جانبي الطريق وصولا إلى مدينة العريش وأيضا الشاحنات التي تصطف عند المركز اللوجستي للهلال الأحمر نتحدث تحديدا عن أنه اليوم دخل من خلال هذه البوابة بوابة معبر رفح من الجانب المصري نتحدث عن 135 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 143 شاحنة إلى منفذ العوجة نشير أيضا إلى أن بوابة معبر رفح استقبلت حتى اليوم أكثر من 22 زيارة لوفود أجنبية ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة في حين أن مكتب الأمم المتحدة للتنصيق والشؤون الإنسانية يشير إلى أن نتحدث عن أنه منذ بداية هذا العام تسع بعثات فقط هي من استطاعت الدخول لشمال غزة من أصل 29 بعثة مقرر لها أن تذهب إلى قطاع غزة لكن الجانب الإسرائيلي لم يسمح بوجود ووصول كل هذه البعثات إلى قطاع غزة وعدم السماح بإتاحة التصريح لهم لمتابعة الأوضاع هناك وهذا ما يؤكد ما تحدث به الأستاذ دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الوفود التي تأتي إلى معبر رفح المصري لم يمانع الجانب المصري من وصولها والاطلاع على كل الجهود المبذولة لكن لم يستطيعوا الدخول إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود تصريح لهم من الجانب الإسرائيلي والخوف أيضا على حياتهم فإذا نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة لم تتوقف ولم تتوانى مصر منذ اللحظة الأولى لدخول هذه الشحنات وكما نرى هذه الشحنات التي عادت بعد أن أفرغت حمولتها عدد كبير من الشحنات سواء كانت شحنات أو مواد غذائية أو مستلزمات طبية هذه الشحنات ستعود إلى مدينة العريش وإلى مركز الهلال الأحمر الاستراتيجي في مدينة العريش ليتم شحنها بعدد آخر من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية فيما يتعلق أيضا باستقبال الجرحة والمصابين نتحدث عن أنه حتى هذه اللحظة كان هناك استقبال من عشرة مصابين والمرافقين لهم وعدد أيضا من استقبال استقبال عدد من الرعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية إذن هذه هي الصورة عدد كبير من الشحنات المصطفى بخلاف الشحنات الموجودة أمام المعبر لدخولها إلى قطاع غزة ذكرت وكالة أنباء أسيا الدولية الهندية أن سفينة تابعة للبحرية الهندية استجابت لنداء استغاثة من التعرض لهجوم بطائرة مسيرة صدر عن سفينة ترفع علم جزم مرشال وأضف التقرير أن نداء الاستغاثة صدر من السفينة أم في جانيكو بيكادي في وقت متأخر من أمس الأربعاء أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف أربع عشرة منصة صواريخ تابعة لقوات الحوثي في اليمن وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن المنصات التي تم استهدافها مثلت خطرا داهما على السفن التجارية والبحرية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر جولة جديدة من الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت قوات الحوثي في اليمن حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف أربع عشرة منصة صواريخ كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان لها قالت إن هذه الصواريخ التي كانت على منصات الإطلاق مثلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الأمريكية في المنطقة وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة فيما أوضح مسؤولان عسكريان أمريكيان أن السفن البحرية التابعة للولايات المتحدة لتدمير الصواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين حيث طالت الضربات عدة محافظات يمنية تتمركز فيها منصات الصواريخ من بينها الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وسعدة كما طالت الغارات جبل الصمع غربية مدينة سعدة فضلا عن ميناء تخيا في مجاز وإثر الغارات الجديدة أكد الحوثيون مجددا مضيهم في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مشيرين إلى أن الضربات كانت أمريكية بريطانية مشتركة ولا تأثير لها يأتي ذلك بعد تبني الحوثيين هجوما استهدف سفينة أمريكية قبالة ساحل اليمن فيما أعلنت القيادة الأمريكية المركزية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المرشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن كما جاءت تلك الضربات بعد إعادة واشنطن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب ومنذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي بعد أكثر من شهر على تفجر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شنت قوات الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على تفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالميا مما أدى إلى تباطئ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى قال مصدر أمني باكستاني أن الجيش الباكستاني في حالة تأهو قصوى مؤكدا أن أي مغامرة غير محسوبة من الجانب الإيراني سيتم تصدي لها بقوة وذلك وسط تصاعد التوترات بين الجارتين جاء ذلك بعد أن نفذ الجيش الباكستاني ضربات في إيران ردا على الضربات التي شنتها طهران ضد مواقع في باكستان وقالت إسلام أباد أنها أسفرت عن مقتل طفلين وأوضح الجيش الباكستاني أنه نفذ ضربات محددة الهدف باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهداف معسكرات جيش تحريب بلوشستان داخل مقاطعة سستان وبلوشستان الإيرانية التي تصفهما بالإرهابيتين في هذه الأثناء أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهدمات الباكستانية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص في محيط منطقة سروان وكانت إيران قد وقهت صواريخها تجاهها ثلاث دول خلال الأربع والعشرين ساعة وهي العراق وسوريا وباكستان وقصفت أهدافا فيها هذا وأكدت الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد قد شاركت تهران خلال السنوات الماضية مخاوفها الجدية بشأن الملاذ الآمن والملاذ التي يتمتع به الإرهابيون من أصل باكستانية داخل إيران وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستواصل العمل مع تهران ليسود السلام بالمنطقة مشيرة إلى أن البلدين سيبدلان جهود متضافرة ومنصقة لمكافحة تهديد الإرهاب إيران دولة شقيقة وشعب باكستان يكن احتراما كبيرا ومعودة للشعب الإيراني لقد أكدنا دائما على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك خطر الإرهابي وسنواصل السعي لإيجاد حلول مشتركة سنواصل العمل مع جارتنا إيران لضمان أن يسود السلام وأن تبذل البلدان جهود متضافرة ومنصقة لمكافحة تهديد الإرهاب هذا وأعتقد الحكومة الباكستانية غدا اجتماعا لجنة الأمن القومي لبحث التوتر الحدودية مع إيران في هدي الأثناء أعلنت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار ووزير الخارجية جليل عباس ساجلاني قطع زيارتهم الخارجتين إلى دافوز وأغاندا في ضوء التطورات مع إيران وأكدت الحكومة الباكستانية أن الإجراء الذي اتخذته كان ضد من وصفتهم بالجماعات الإرهابية وليس ضد إيران وأكدت أنها ترغب في إقامة علاقات سليمة مع دول الجوار وتسعى إلى مواجهة التحديات من خلال الحوار هذا واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستانية بعد الضربة الصاروخية التي استهدفت منطقة حدودية منددة بالهجمة الباكستانية على أراضيها وأفادت الحكومة الإيرانية بأن تهران قامت باستدعاء القائم بالأعمال الباكستانية إلى مقر وزارة الخارجية ذلك لتقديم تفسير بعد الهجوم الباكستانية على قرية حدودية في محافظة سستان بولشستان أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن باكستان لم تكن هدفاً للمسيرات أو الصواريخ الإيرانية وفي كلمة له على همشي منتدى داووس أوضح وزير الخارجية الإيرانية أن تهران تستهدف فقط مجموعة مصلحة تتواجد في مناطق بمقاطعة بلوشستان في باكستان نفذات عمليات داخل إيران ضد الشرطة خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بباكستان لم يكن أحد من أصدقائنا المواطنين الباكستانيين هدفاً للمسيرات أو الصواريخ الإيرانية هناك مجموعة تسمى جيش العدل وهي مجموعة إرهابية إيرانية اتخذت من مناطق في مقاطعة بلوشستان الباكستانية معاقلة لها تلك المجموعة نفذت عمليات داخل إيران خلال الأيام الماضية استهدفت خلالها الشرطة الإيرانية لقد ناقشنا الأمر مع الجيش الباكستاني ومسؤولين أمنيين وسياسيين ردنا كان ضد إرهابيين إيرانيين داخل الأراضي الباكستانية وفي سياق الأزمة أعربت بكين عن استعدادها لتوسط بين باكستان وإيران ذلك بعد تبادل القصف عند الحدود بين البلدين وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نانج إن الجانب الصيني يأمل بشكل صادق أن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر مشيرة إلى أن بكين على استعداد للعب دور بناء في خفض التصعيد في حال رغبة الطرفان بذلك رفضت الصومال أي وساطة في خلافها مع إثيوبيا حول منطقة أرض الصومال الانفصالية وأكدت الخارجية الصومالية أنه لمجال الوساطة في خلافها مع إثيوبيا ما لم تنصح بدي سبابا من مذكرة التفاهم التي وصفتها بغير القانونية المتعلقة بمنطقة أرض الصومال الانفصالية وتعيد تأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه ألغى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف زيارة لفرنسا كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية هذا وشارك عمروف عبر الفيديو كونفرنس مع نظيري الفرنسي سيبستيان لكورنان في إطلاق تحالف دفاعية يهدف إلى تعزيز قدرات كييف ضد روسيا ويعد هذا التحالف الذي تقوده فرنسا والولايات المتحدة أحد مكونات مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة باسم مجموعة راميشتيان والتي تضم أكثر من خمسين دولة تدعم كييف أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 33 طائرة مسيرة وصاروخين على البلاد وأن الدفاعات الجوية دمرت 22 طائرة مسيرة منها وقالت القوات الجوية الأوكرانية أن مناطق الهجوم الرئيسية كانت في الجنوب والشمال ولم يرى التعليق بعد من روسيا على الأمر وأيضا لم تعلن السلطات المدنية والعسكرية الأوكرانية بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار مادية أكدت الحكومة الصينية أن موقف الصين المتمثل في أنها لن تتخلى عن خيار استخدام القوى لإغداع تايوان لسيطرتها يستهدف التدخل الأجنبي وعددا صغيرا من الانفصاليين في الجزيرة وفي مؤتمرا صحفيا قل المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان في بكين إن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية وأنها ستصبح موحدة في نهاية المطاف حدة التوترات تتصاعد بين الصين وتايوان مع تهديد بكين باللجوء إلى خيار استخدام القوة لإغداع الجزيرة إلى سيطرتها ومحاولات تايبي إعلان الاستقلال عن الصين التي تعتبره جزءا من انتهاك مبدأ الصين الواحدة الصين التي تسعى إلى عادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها ترى أن الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لتايوان يهدد أمنها واستقرارها خاصة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تايبي التي أصفرت عن فوز لايت شينغ تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والمؤيد لاستقلال تايوان والذي سيتولى منصبه رسميا في العشرين من مايو المقبل وتتهم الصين السلطات تايوان بمحاولة تمس طابعها الصيني على نطاق واسع واتخاذ تدابر متعددة لتحقيق استقلال تدريجي وهو الأمر الذي يعززه انتخاب رئيس جديد يرفض السيادة الصين على الجزيرة ويرحب بالدعم الأمريكي لبلاده التوجه الأمريكي باعتبار تايوان دولة ديمقراطية رائدة وقوة تكنولوجية تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي يزيد من حدة الأزمة خاصة في ظل التنافس الشديد بين واشنطن وبكين وهو الأمر الذي يذهب بالأزمة بعيدا عن الحل السياسي وينذر بمزيد من التصعيد التقى المبعوث النووي لكوريا الجنوبية كيم جان ونظيره الأمريكي جونج باك بوزارة الخارجية في سول ذلك لبحث التوتر في شيف الجزيرة الكورية وسبل الرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية ومن المقرر أن يجتمع الاثنان مع المبعوث النووي الياباني هيرو يوكي في وقت لاحق هذا الأسبوع كانت كوريا الشمالية قد أجرت سلسلة من تجارب الأسلحة رفعت التوترات الإقليمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات أقر النواب بريطانيون مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا وهو ما يشكل انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء ريشي سونك وصوت 320 نائبا لصالح القانون بينما صوت ضده 176 نائبا ثم رفع إلى مجلس الوردات حيث يمكن أن يغضع لتعديل وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تجديد نص القانون دعم المعرضون ريشي سونك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني قال الرئيس الروسي فريدمير بوتن أن النمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناء على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5% وأوضح بوتن أن النمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون مدفوعا بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري بالإضافة إلى الأداء الجيد للإنتاج الصناعي والبناء والزراع والسياحة لافتا في الوقت نفسه إلى خطر التضخم ومشيرا إلى أن النمو التضخم السنوي بالنسبة 7.4% يعد تحديا للاقتصاد المحلي أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في مدينة دافوز السوسرية تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعية بهدف تعزيز الجهود العالمية لتوفير الوصول العادل لتكنولوجيا الذكائي الاصطناعية وذكر بيان صحفي نشر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تصديل التحديات العالمية لكنه ينطوي أيضا على مخاطرة بشأن توسيع الفجوات الرقمية القائمة أو خلق فجوات جديدة منوها بأنه تم تقديم ثلاث أوراق بحثية جديدة للمنتدى تتضمن توصيات بشأن بناء أنظمة وتقنيات أمنة وضمان تطبيقات وتحول المسؤول وتعزيز الحوكمة وتنظيم المرن لتكنولوجيا الذكائي الاصطناعية رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا توقعاتها لنمو الطالب العالمي على النفط ذلك في 2024 استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الرابع الرابع توقعت الوكالة أن يصل لاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميا في 2024 بما يشكل ارتفاع قدرة بـ 180 ألف برميل عن توقعها السابق وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البترو كيمويات ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان إلى 232 شخصا بالإضافة إلى 22 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين وذكر تلفزيون هيئة الإزعى اليابانية أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة إلا أن هطول الأمطار في المناطق المتضررة يعيق هذه العمليات من جانبها أفدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى وقت متأخر من مساء اليوم عقدت إدارة الشؤون القانونية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب باجتماعا لللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية ذلك لتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ويأتي الاجتماع تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ذلك لوضع قانون عربي موحد نموذجي في هذا الإطار ليكون قانونا استرشاديا لدى الدول العربية نحن في مدى يومين في مقر الجامعة العربية عقد اجتماع اللجنة المشتركة من ممسل وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مشروع القانون العربي الاسترشادي حول المخدرات والمؤثرات العقلية هذا القانون أو مشروع القانون كان قد تم إعداده من قبل خبير من الجمهورية جزائرية ووافق عليه مجلس وزارات العدل العرب ومجلس وزارات الداخلية العرب وتم تشكيل هذه اللجنة التي عقدت عدة لقاءات واليوم نحن ختمنا أعمال هذه اللجنة التي كانت بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية خبراء من وزارات العدل والداخلية هذا بيأكد على أهمية هذا الموضوع بني مشروع قانون استرشادي لأجل تنظيم حقيقة مكافعة هذه الآفة التي تضرب مجتمعاتنا وقد تبنى الجميع مشروع هذا القانون لأجل الاسترشاد به في القوانين الداخلية واللوائح حقيقة للدول العربية عصر جديد يعيشه الشباب المصري بعد أن أصبح تمكينه اقتصاديا واجتماعيا هو أولى أولويات القيادة السياسية وتبدل دولة جهودا متنوعة لتنفيذ عملية التمكين من خلال البرامج والمبادرات والدورات التدريبية وإمداد الشباب بالتمويل المادي والمعدات والدورات المتخصصة لتنفيذ مشروعاتهم ومنها برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل توفير فرص عمل للشباب تجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات حياتهم اليومية من هنا يأتي أهمية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تشرف عليه الحكومة لتوزيع مشروعات للشباب البرنامج يهدف إلى تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على معدات إنتاج أو قرد المتناهي من الفئات المهمشة والتي تتلقى الدعم النقطي المشروط من برنامج تكافل وكرامة حاجة جيدة جدا أن احنا نمنح كل أسرة أو كل مستفيد من المستفدين مشروع نجيب له مستلزمات الإنتاج بتاعته لا مش هنديله فلوس هنجيب له مستلزمات الإنتاج للمشروع اللي هو اختاره بنفسه عشان يحط رجله على طريق التنمية تم اختيار 8 مشاريع كلها مشاريع متنوعة جدا والحمد لله في فضل الله قادرنا ندخل الفرحة على 8 مشروعات بتمن أسر معيلة فكرة وهدف المشروع في الأول أنه لازم ينقل الناس من مرحلة الاحتياج لمرحلة الإنتاج أنهم يتحولوا يبقى منتجين ويبقى عندهم مشروعات تدر عليهم دخل ومستوى معيشة مرتفعة وفي احتفالية بمحافظة سوهاجة تم تسليم المستفيدين من المرحلة الثانية للبرنامج وعددهم 67 مواطنا أجهزة ومعدات مختلفة لبدء مشروع اقتصادية المشروع بتاعي مطعم جابوا لي حجر وجابوا لي باترينة وجابوا لي قلاية وجابوا لي فول وزيت والقدرة كل هذا من مؤسسة مصر الخير أشتغل حلاق والدمعية وفرت لي المشروع واستفت بكرسي ومكان حلاقة ومكان سشوار ومكان بخار وكريمات حلاقة وكل حاجة حلوة جيت هنا عشان استلم عدة المطعم من مؤسسة الخير التدامة الاجتماعي والحمد لله وفروا لي كل الاحتياجات الباترينة وحجر وفول وزيت وقدرة وكانت المرحلة الأولى لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي قد استهدفت 75 مواطنا من مختلف مراكز محافظة سوهاج مستهدفة الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة وأكثر استقلالية يلتقي اليوم منتخبنا الوطني مع نظره غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا عشرين ثلاثة وعشرين وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا أن مباراة غانا ستكون صعبة مجيرا إلى أن المنتخب يعلم ما يجب عليه أن يفعله وكان المنتخب الوطني تعادل أمام موزنبيق اثنين اثنين في الجولة الأولى بالمجموعة انتهت نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى التذكرة نيابة عن الرئيس السيسي وزير الخارجية يتوجه إلى أوغاندا لرئاسة وفد مصر في أعمال قمة حركة عدم الانحياز مع تواصل الغرات على غزة رامالة تدعو واشنطن للإعتراف بالدولة الفلسطينية ولافروف يتحدث عن مقترحات جمعية لحل أزمة الشرق الأوسط ردا على الهجمات على أراضيها فاكستان تشن هجوما داخل إيران ضد جامعات تصفها بالإرهابية واستحتجاج إيرانية والصين تعرض الوساطة لحل الأزمة مشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة في أمان الله